عبدالله ترك معني أنا من مدينة اللادئية مواليد شباط 1948 عندي دكتورة في التاريخ المعاصر بشتغل في مجال الدراسات الاستراتيجية منذ حوالي 30 سنة إضافة للكوني أستاذ جامعي درست في التاريخ المعاصر هو حقيقة بدأ التغير واضح مع مجيء حزب البعث إلى السلطة يعني وخاصة بعد مجيء حافظ الأسد في السبعين بدأ التغير بدأت التركيبة تركيبة المدينة التركيبة الديمغرافية بدأت تتغير لأنه صار فيه هجرة ريفية كثيرة إلى المدينة أقولي هذه ظاهرة موضوعية في كل دول العالم الثالث الهجرة من الريف إلى المدينة بس بسوريا أخذت طابع طائفي وخاصة أن أغلب الريف المحيط بمدينة اللازقية هو ريف علوي هذا يعني مع دخولهم دخول إخواننا من الطائفة العلوية استفادتهم من نظام حافظ الأسد وتوظيفهم في الأمن وفي الوظائف الدولة وغيرها بدأ نزوح يعني كسيف إلى المدينة بدأت الحياة الاجتماعية شوية تتغير في المدينة عما كانت عليه في الستينات يعني بالسبعينات اللي عايشتها منيح أنا كان عاشق أيضا حقيقة كان في مجموعة أحزاب بس للأسف بسوريا لم يكن هناك حياة سياسية شرعية هذه الأحزاب أغلبها لم تكن شرعية نظام حافظ الأسد أعطى الشرعية لبعض الأحزاب وكان يقال في ذلك الوقت مثلا الحزب الشيوعي السوري لصاحبه حزب البعث العربي الاشتراكي يعني كان فيه تيار شيوعي الحزب الشيوعي تم فيه انشقاق فيه سنة 72 وهذا كان معارض للنظام وكان سمعته طيبة لدى الوسط المهتمين بالشأن العام هي بدأت الاعتقالات عمليا يعني بدأت من أواصل السبعينات يعني كان في تلك الفترة لم تكن هناك اعتقالات طويلة المدى في البداية كان تهديدات كان استدعاءات للأجهزة المخابرات ولكن عمليا يعني منذ الدخول السورية لبنان الحزب اخد موقف ضد هذا الدخول من وقتها بدأت الاعتقالات متتابعة للحزب وصولا الى سنة 80 يعني كانت الاعتقالات كبيرة يعني هذن اربع احزاب اللي هن الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة جمال الاتاسي حزب البعث سموا حالهم حزب البعث الديمقراطي العربي الديمقراطي اللي هن اللي انقلب عليهم حافز الاسد وسمى حزب العمالي السوري هؤلاء الاربع حزاب شكلوا التجمع الوطني الديمقراطي طبعا نظام حافز الاسد تخوفه من امكانية النشاط السياسي وخاصة في الغاء للحياة السياسية فلذلك بدأ يعتقل النشطاء وخاصة نجمعت الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي ترجمة نانسي قنقر